السلام عليكم أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال ولا تنسوا الضغط على زر إحجاب للفيديو وتعليق بخصوص الموضوع بعد تحشت نقل أشرف حكيم ممتلكاته لوالدته هبا عبوك تخرجوا بتدوين غير متوقعة إليكم التفاصيل خرجت الممثلة التونسية هبا عبوك بتدوين متيرة للجدل بعد مطالبتها بنصف ثروة حبيبها السابق أشرف حكيمي بسبب تنازله عن جميع ممتلكاته لصالح والدته وشاركت هبا عبوك تدوين عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاشتماعي الأستغرام جاء فيه تذكروا لا يمكنكم السيطرة على كل شيء في الحياة بل يمكنكم السيطرة على طريقة ردة فعلكم عليها اتركوا الحاجة للكمال احتضنوا جمال اللحظة الخالية وتأكدوا أن الكون يساندكم ويشار إلى أن الممثلة هبا عبوك أطارت جدلا وزعا عبر مواقع التوصل الاشتماعي بعد ظهورها رفقة الشاب في إحدى المطاعم مما جعل الكثيرين يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما وظهرت هبا عبوك وهي تتبادل النظرات الرومانسية مع صديقها الذي علق على الصورة التي جمعتهما قائلا أعشقك ورودت متابعي التنائي هبا عبوك وأشرف حكيمي الشقوق حول إذ كانت تعيش قصة حب جديدة على الرغم من مرور فترة قصيرة عن انفصالها على والد طفليها فكان هذا هو فيديو اليوم وإلى فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء